السلام عليكم مشاهدي ومتتابعي قناة النهار وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص ضيفنا في هذا اللقاء الخاص رجل أعمال جزائري وصاحب أكبر مؤسسة للخدمات بدون إطلالة نرحب بالسيد حسن خليفتي رئيس المدير العام لشركة أليونس لتأمينة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة إن شاء الله تكون حصة ووفقة إن شاء الله قبل ما نبدأ الأسئلة يعني نهنك يعني بالعرس تاعك والزفاق تاعك لسريان الأسبوع الفارض شكرا على التهنئة وكان عندي شرف أنه كان شيخ شمس الدين هو اللي قرأ فاتحة إن شاء الله زفاف مبارك إن شاء الله بداية سيحة سن خليفتي هل ممكن أنك تقدمنا لمحة بسيطة حول مؤسسة أليونس للتأمينات أليونس للتأمينات في سنة 2015 تحتفل بالسنة العاشرة التي توجدها في السوق اليوم أليونس يعني هي معروفة في سوق تأمينات في الجزائر تقدم خدمات على مستوى شبكة فيها 170 وكالة يعني عندها حوالي 450 عامل مباشر عندها عدة فروع خاصة فروع في الخدمات خاصة فروع في الإعلام الآلي ورهيات في صدد افتتاح فروع أخرى لحققنا في 2014 رقم أعمال بربعة فاصل ربعة مليار دينار جزائري عوضنا حوالي أربعين ألف زبون بقيمة 2.4 مليار دينار جزائري يعني 240 مليار سنتيم نحاول كذلك أن نقدم خدمات لزبائن ذات قيمة مضافة يعني وتحسين الخدمة كل يوم أهم يعني الخدمات اللي عندكم باختصار عندنا يعني خدمات التأمين على الأملاك على السيارات على المنازل على المصانع عندنا كل سنة يعني زبائن جدد يلتحقوا بنا ويديروا فينا الثقة عندنا الخدمة يعني المساعدة في السيارات في حالة العطب في حالة حادث المرور وعندنا خدمة يعني هي حصرية في اليونس وإحنا على مقربة من يوم 8 مارس يعني أحنا يعني عندنا خدمة المساعدة للنساء في حالة خاصة حالة العطب أو حالة حادث السيارة ولا حتی حالة ثقب عجلة السيارة يعني ممكن أن تتصل على شبكتنا لموجودة 24 ساعة على 24 ساعة في كل أيام الأسبوع لبحث ميكانيكي لإعادة على الفور يعني هي حاليا في المدن الكبرى أقل من 30 دقيقة يجيها الميكانيكي حتى ولا كانت في الطريق العام ولا حتى في بيتها يعني أهم منتجات لأنكم مشرحين ديروا يعني كمشاريع ولا يعني خدمات يعني في 2015 هناك أبار هذه تعال نعم هناك يعني نحن نحضر عنا مشروعين في 2015 أولا المشروع الكبير الذي نعمل عليه أنه نحاول أن نستغل يعني الإعلام الأهلي وخاصة وجود خدمة الجيل الثالث وبعد حين ممكن الجيل الرابع أننا نحاول أن نقلس إلى أقل مدة ممكنة يعني مدة التعويضات لهذا راح ندخل فيه نحن بصدد بناء مشروع كبير مع بشراكة أجنبية يعني مع كل الشبكة تستعمل الإعلام الآلي لخبرة التسريحة إلى الإكسبرتيز هذا من جهة من جهة المنتجات هناك منتجات هي في إطار يعني بناءها وخاصة أنت تعرف أنه إحنا في قطاع التأمينات إحنا قطاع مقنن كثير لازم نطلب رخصة من وزارة المالية هي في إطار طلب الرخصة إن شاء الله لكن الآن يعني مقارنة يعني بالسوق التأمينات يعني في الدول المجاور يعني من رحوش بعيد الدول كفرنسا وإنجليترا كتونس وكيفاش ونرى نحن يعني في خدمة في السوق التأمينات لا في خدمة التأمين لو نأخذ معيار واحد أنه نسبة سوق التأمينات بالنسبة للبيبي يعني المنتج الداخلي الخام لو ننظر إلى المغرب حوالي 3% لو ننظر إلى تونس حوالي 2% الجزائر 0.7% يعني رقم أعمال يعني مش ضعيف هو محترم 1.5 مليار دولار لكن 122 مليار دينار حوالي لكن ممكن أن نعمل أكثر لأنه يعني يعني حجم السوق يمكن نوصل 7 مليار دولار يعني حوالي 5 إلى 6 ملايير 600 مليار دينار لكن المشكل أنه اليوم القطاع لازم له إصلاحات عميقة من حيث هيكلته من حيث تسهيل شبكة التوزيع من حيث لهذا ممكن أن نوصل لو نشوف المغرب 5 مليار دولار لو نشوف تونس 2 مليار دولار لا أتكلم على فرنسا لأنه فرنسا حجم أنا عود إلا مبادرة قمت بها ولا خطوة سجاعة قمت بها هي أنكم دخلتوا بورصة الجزائر وسبق لكم أنكم صرحتوا أنكم رحين تخرجوا من بورصة الجزائر نظرة للمشاكل الليكم تعانون فيها في السيول المالية هل وين رأي وصل لهذا لا يعني أنا نوضح أنه قلت من بين الاختيارات للمناجمنت ولمجلس الإدارة أنه هناك عدة حلول منها الخروج اليوم هناك جزئين هناك جزء يخص الدولة يعني الحكومة بإيجاد حل للسيولة المالية هناك مشاريع هناك أحاديث مع لجنة المراقبة ووزارة المالية لإيجاد حل وهو كيف نعطي نعطي يعني دفع جديد لبورصة الجزائر اليوم احنا باقيين متفائلين أنه الأمور رح تسير في الإتياج الصحيح خاصة وحنا عندنا ثقة كبيرة في الوزير الأوسي عبد مالك سلال ووزير المالي ياسي محمد جلب لأنه كان رئيس الجمهورية في أواخر سنة 2014 كان هناك يعني مجلس وزاري منصغر وكان أعطي حيث كبير لدفع السوق المالي اليوم البورصة الجزائر محتاجة إلى قرار سياسي قرار سياسي لأنه البورص المشكل لا يوجد يعني على مستوى رؤساء البنوك العمومية وللخاصة ولكل المؤسسات المالية لأنهم هما محتاجين إلى يعني حماية يعني إعطاء سيولة للسوق المالي يعني هناك مخاطرة على كل على كل المستويات لازم يكون عندهم حماية هما محتاجين هذه الحماية محتاجين أنه يجي له سينيال من عند الوزير الأول نحن اليوم عندنا نتيقة هذا من جهة البورصة لكن من جهة أخرى نحن في حديث مع بعض المجموعات كبيرة خاصة جزائرية ومجموعات دولية لأن تدخل في رأس مال شركة أليونس وممكن نوجد حلول عند هذه الطريقة سيد خليفات يعني بكل صراحة يعني من دمت يعني كدخلت البورصة للجزائر والله بصراحة يعني بصراحة لم في صعوبات نعاني مشكلة سيولة مشكلة كبيرة لكن احنا عملناها كيعني من باب يعني مساعدة بعث السوق المالي اليوم نريد أن نبقى في هذا التفاؤل قبل أن نمر إلى حلول أخرى لأنه صعوبات لكن مجمع تنشعني على السؤال والله ما نقولش ندم لكن كان هناك يعني إحباط يعني ديسبسيون لأنه كل الأمور كان ممكن أن تسير في اتجاه آخر لكن نبقى نتفائل وقلت لك ونعودها أنه عندي ثقة كبيرة في سي عدمالك سلال وسي محمد جلاب أنه نجد الحلول ولجنة مراقبة البورصة لأنه نحن نتحدث في حوار دائم باش نجد الحلول لأنه الحل لأنه الحل لا يخص أليونس لتأمينة الحل يخص السوق المالي الجزائري لأنه أنا قلت لك قلت لك معلومة أنه ممكن نجد اتفاق مع أكبر مجموعات خاصة يدخلوا في رأس المال ونخرج والمشكلة نحل بالنسبة لنا لكن نريد حل للجزائر لسوق المالي الجزائري لبورصة الجزائر لن نندمى لأننا كان لدينا اختيار آخر واخترنا البورصة لأننا قلنا من مسؤوليتنا كمتعاملين أن نحاول إلى جانب الدولة والحكومة أن نحاول أن نساهم نعم رسالة وساطة الآن دخلوا فيما يخص ملف الاستثمار كيف تقيم من ملاخ الاستثمار في الجزائر؟ والله من ملاخ الاستثمار سوف أكون جاحدا لو أقول أنه أسود مئة بالمئة أو سوف أكون غير منصف لو أقول أنه أبيض بالمئة هناك جهود مع الحكومات المتعاقبة هناك جهود تشكر عليها لكن أكبر مشكل يواكب الاستثمار في الجزائر هو وجود بيروقراطية وجود بعض المشاكل الإدارية وتغير الرؤية الاستراتيجية من سنة إلى أخرى وكذلك هناك سوف نقولها أن هناك حتى ولو في الخطاب السياسي الرسمي نقول أنه لا يفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص لكن في بعض الممارسات في الميدان تكون هناك بعض التفرقاء أنا أقول لك في الميدان الذي أعرفه في ميدان التأمينات مثلا بعض الشركات العمومية يعني تمارس عنصرية بالنسبة للشركات الخاصة يعني حتى أنه ما عندهاش يعني لزارجيما روح المنافسة نعم هي ضد المنافسة لأنه تعمل في بعض حتى في ترفض وخاصة وكذلك هناك بعض القطاع الخاص الذي يحارب القطاع الخاص يعني حتى نقولها ونكون صارحين لهذا نقول أنه المناخ تطور تطور مع السينيين في الـ 15 سنة الأخيرة تطور تطور كثيرا لكن ما زال ما وصلناش هذا المناخ ليعطي الثقة ويعطي القدرة للمتعاملين أنه يكون عندهم ثقة أكبر ويروحوا ويلتزموا بتطوير الاقتصاد وخلق الثروة وخلق مناصب العام يعني في نفس السياق يعني في اجتماع رئيس الجمهورية يعني بالحكومة السلال يعني ثلاثة طلب منهم أنهم يعني يهتموا بالمؤسسات طلب منهم يعني تنوع الاقتصاد أسكو يعني الحكومة السلال يعني طبقة هذه التعليمات والمستنتومة يعني كرجال أعمال هذه الإجراءات على أرض الواقع والله هذا الاجتماع كان في شهر نوفمبر ولا أواخر ديسمبر هو رئيس الجمهورية كان الشيء الإيجابي والذي نتفائل به أنه أعطى يعني تعليمات صارمة لتنوع الاقتصاد لمحاربة البيروقراطية لدفع السوق المالي وكان هذا يعني لكن تطبيق تطبيقها الحكومة وعطى يعني ثلاثة أشهر للحكومة لإيجاد الحلول يعني عمليا أنا لست بدراية ما ما فعلت الحكومة إلى حد الآن لكن التفاؤل يأتي من أن مثلا أنا عوض بمنتدى رؤساء المؤسسات كان رئيس المنتدى يعني يقدر جولة على كل الوزارات طرح أفكار رجال الأعمال طرحوا على حسب معلوماتي أنه كان هناك تجاوب وراح تكون هناك ممكن رح يكون لقاء ختامي مع رئيس الحكومة وننتظر من هذا اللقاء أنه يكون حوصلة لطلبات رجال الأعمال واللي هم أعطاو أعطاو أنهم يحاولون يعني المشاركة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو سيد خليفتي كل الوزراء وكل المسؤولين اللي يأتي الحكومة يقول لك تنويع الاقتصاد حتى أن الجزائر يكره هذه مقولة والتي معروفة عند الخاص والخام يعني واش ينقص الجزائر باش يكون هناك تنويع اقتصاد يعني في الفلاحة في السياحة في الخدمات إلى غير ذلك والله أنا أنظن وأقولها بكل صراحة أنه اليوم هناك يعني عندنا دون نيفو عندنا يعني عندنا دون نيفو عندنا مستوى رجال الأعمال الذين يريدون خاصة عامة يعني يعني يريدون أن وعندنا يريدون أن يمشوا في تنويع الاقتصاد وعندنا مشكلة أنه في بعض الأحيان الإدارة تعرقل يعني مشكلة البيروقراطية مشكلة العدم لأنه ما رح نعطيك يعني ساعة الاقتصاد ليست نفسها ساعة الإدارة الذي يوجد في الإدارة لهذا أنا أقول أنا أقول كرجل أعمال وك باختصار يعني أنه اليوم الجزائر لمشكلتها ليست تدني أسعار البترول لأنه أسعار البترول هذه معروفة رح ترتفع وتنخفض يعني المشكلة أنه يعني تحرير المبادرات يعني إصلاح الإدارة إصلاح كل الإدارات الاقتصادية لعندها علاقة يعني من ولاية ودائرة وبنك وجمارك و يعني إدارة العقارات وإدارة يعني الظرائب كل هذه الإدارات لازم تكون منسجمة مع الحالة الجديدة أنا يعني يعني باش نكونوا منصفين فقط يعني باش منكنوش فقط يعني مع رجال الأعمال ونخلوا الحكومة يعني حتى يعني رجال المال يعني والأعمال يعني اللي عندهم مؤسسات يعني يعني مخدموش الاقتصاد الوطني ما نكذبوش على الوحيدين يعني تسقسي يقولك يحب فقط أنه يدي دراهم يخلط في السياسة يعني وش رايك فالشهر حاجة يعني ما أقوله ورا ننشاهده فيها يعني وش دخل الاقتصادي في السياسة يعني يعني ماش في ناشو مثلا وش قدمو يعني ممكن يوجد نو ممكن يوجد لكن شوف أنا كان عندي يعني الفرصة أنه زرت مناطق كثيرة في الجزائر هناك رجال أعمال ينتجوا يعملوا صباح أو مساء ممكن أنه رجال أعمال معروفين يعني في الجزائر في العاصمة عند الصحف ممكن أنه لكن هناك رجال أعمال يعني في الجزائر العامقة ولكن رجل الأعمال يعني نحن نعرف أنه إذا وجد صعوبات يحاول أن يلتف عنها أو بطرق أخرى يعني حتى يحقق مشروعه حتى يحقق مشروعه لكن هناك مثلا هذه الخطاب أنه السياسة والأعمال وكذا هذا موجود لكن هذا موجود في العالم بأسره يعني لأنه السياسة تتأثر بالاقتصاد والاقتصاد يتأثر بالسياسة هذه لكن هي ممكن أنه توضع يعني الأطر لأنه رجل الأعمال لا يمكن أن يعيش بالمنعزل عن القرارات السياسية والعكس كذلك لهذا ممكن أنه تكون الأمور واضحة ويكون عندنا مجال للحديث بين السياسيين ورجال الأعمال لأن عندنا هدف واحد تطوير الاقتصاد الوطني نبقى دائما في هذا الكلام تطوير الاقتصاد الوطني من بين الإجراءات التي تاخذها وزارة المانية أسكو هذه الخطوة هي الخطوة التي يجب أن تدرها الحكومة أسكو تخدم الاقتصاد الوطني لماذا في هذا الوقت لا لو نشوف أن القانون كان موجود من سنوات عادت إدماجه لكن الشروط واضحة لأن الناس لا يجب تفهم بأن أي متعامل يذهب للبنك الجزائري يرفض دراهم ويمشي للخارج لا الشروط واضحة الشروط أنه لازم تكون عندك مصدر يعني عندك مصادر من العملة الصعبة لازم تكون في نفس القطاع يعني الذي تعمل فيه أنا لا أستطيع اليوم في التأمينات وغدوان سنشر مصنع شوكولاتا في أي بلد آخر يعني شروط بق الجزائر وضع شروط وهذا هذا يمكن أن يخدم الاقتصاد الوطني لأنه ممكن نشري تكنولوجيا ممكن نشري يعني ليكونوا المستثمرين الخواص حتى العامين في الجزائر ممكن أنه يجد لأنه هناك أزمة عالمية ممكن الجزائر مثلا تجد مصنع سيارات في ضائق مالية ممكن أن تشتريه كان واحد المتعامل الاقتصادي الجزائري اشترى مصنع للنوافذ واليوم رأي يحول في التكنولوجيا اشترى مصنع للإلكترومين يعني الإلكترومينزلية واليوم رأي يحول في التكنولوجيا ممكن تكون حل الاقتصاد الوطني على شرط أنه تحترب الشروط التي وضعها البنك الجزائر وهذا طالب أن نستثمر في إفريقيا إنتاجه الإفريقيا بدل أن ننتجه الضفة الأخرى ممكن نشوف حسان خليفاتي أنه يستثمر في دولة إفريقية ما أولا والله ممكن نحن كنا في الوقت نفكر في ليبيا لكن أنا نقول لك أن نظرة منتدى رؤساء المؤسسات هي نظرة تابعة للحكومة الجزائرية لأنه اليوم أكبر قدر من الكروسانس إيقونوميكا اليون أفريكا نيبليون أوروبا يعني أوروبا وحتى البلدان العربية اليسات يري يعني اليوم لو نشوف إخواننا المغاربة في قطع التأمينات وفي قطع البنوك حتى لأنه لأنه اليوم حتى رجال أعمال الجزائريين لما يروحوا الإفريقيا غدا ودخلوا الإفريقيا لازم يكون عندهم بنوك جزائريا تواكبهم تكون عندهم بنوك تأمينات جزائريا تواكبهم كما فعل إخواننا المغاربة والتونسيين لهذا ممكن ننظر لإفريقيا كنا ننظر في ليبيا قبل سنوات لكن اليوم لماذا ليس لنا الرغبة والقدرة أن نفعل كما فعل إخواننا المغاربة والتونسيين لأنه عندنا القدرة أنه اليوم منتدى رؤساء المؤسسة تبدأ ينظر في إفريقيا الحكومة ستواكب الحركة لأن هذا من مستقبل الجزائري وخاصة نحن محاطين بسبع دول حتى عن طريق البر الممكن أن نفعل كثير من الأشياء يعني ليس مستبعد بإمكانك أنك تستطمر في دولة نعم وممكن حتى في بعض الأحيان كان هناك حديث مع بعض الشركات العالمية اللي حبت تدخل في شراكة في الجزائر لكن الهدف الكبير أنه تكون إفريقيا هي في المرحلة الثانية نقول الآن نعود إلى تحركات الأخيرة الأفسية يعني الكثير ينتقد تحركات علي حداد يعني علي حداد الآن يلتقي بكل الوزارة وصل الضرجة أنه يعمل دور الوزير الأول وش رأيك فاتش انتا لا والله يعني أولا كل واحد راهو في مجاله أنا نظن أن علي حداد لما جاء للمنتدى في برنامج قال أنه سيطور شراكة مع الحكومة كان هناك يعني كان مجال ففافوراب يعني مواتي أنه رئيس الجمهورية يعطى أوامر للحكومة وافتح لها المجال أنه تنوع الاقتصاد الحكومة إن فتحت على الجمعيات المنتدى راهو يعمل في دوره أنه يتحاور مع الحكومة يحسس الحكومة ممكن تكون جمعيات أخرى راح تكون عندها نفس الدور وهذا راح يحقق يعني إجماع وطني في الجانب الاقتصادي وباش نمشي ما عندهش خلفيات يعني لا منظرنش لأنه إحنا من زمان المنتدى يطالب أنه تكون هناك حديث مع الحكومة اليوم الحكومة إن فتحت على الأفسية ممكن غدا تنفتح على جمعيات أخرى لأنه والثلاثية راح تجمع الجميع لأنه عنا هدف واحد هو تنويع الاقتصاد وخلق الثروة والخروج من تبعية إلى البتروس سيخ ليفاتي لو مثلا نفترض أنك كنت وزير أحد القطاعات وزير كل يوم وزير مثلا في الصناعة أو في التجارة أو في المالية وشنو أهم قرار تعمل والله أهم قرار الممكن أن أتخذه هو ما يسمى تبسيط الأمور إلى أقصى درجة وتجعل الإدارة في خدمة الاقتصاد وليس وخدمة السياسة العامة للحكومة اليوم الإدارة البيروقراطية يجب أن نبسطها إلى أقصى درجة ما هو رجل الأعمال الجزائري في الخارج الذي ترى مثل بالنسبة لك نجح وركحاب تأخذ طريقه سؤال صعب شوية لكن نحن لدينا رجال أعمال جزائريين لمعروفين اللي هما كانوا قدوة نتكلم على سي شعباني الوردي رحمه الله سي مهري ربراب كل الرجال لأنهم يكفحون يوميا لتطوير الاقتصاد وكذلك كان هناك بعض الرجال الأعمال في قطاع العام المرحوم المرحوم بن منصور وآخرين لا أقدر أن أذكرهم كثيرا هما مثل في الجزائر كثير من الرجال أعمل على سبيل المثال طلبوا إلغاء الضريبة الجزافية التي تم اتخاذها في القانون المالية التي هي 23% ما الذي يكفر في 23% لا ليس بهذه يعني كان هناك مبدأ مساواة المستورد مع المنتج الحقيقي ممكن أنه يعاد النظر فيها لأنه لا تشجع المنتج أنه توضعه في نفس المستورد يعني عندي أسئلة فقط نختم بها في الأخير نتمنى فقط إجابات تكون يعني بسيطة جدا وش إنه أهم قرار تأخذ في حياتك واندمت والله ما سؤال لا أنا لا أندم عن القرار التي أتخذ في حياتي ولكن أستخلص منها العبر شكون هو الشخص اللي وضعت فيه الثقة واندمت كان واحد مدير عام عمل معي في بداية أليونس واندمت ذكر يعني أسكو ظلمت يعني أسكو سبق أنك مديت رشوة ولا سرقتين لا ليس من مبادئي وليس من تربيتي عندك يعني عقارات في الخارج ولا لا أنا أنا خريج المدرسة الجزائية ومؤسسة الجزائية ولا لا يوجد لي عقار في الخارج ما حال عندك يعني في رصيدك البنكي هذا سؤال لا أجيب عنه لأنه أصرف كثيرا من رصيد لأنه أعيش من شهريتي كلمة أخيرة الجزائر ممكن أن نحقق السعادة للجميع لو تضافرت جهود الجميع لبناء جزائر لأن الجزائر بلدنا وبلد الخيرات وبلد المستقبل إن شاء الله سيد حسن خليفاتي رئيس الموديل العام لشركة أليونس لجزائر شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات بالفعل يعني كان لقاء شيق جدا إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى هذا اللقاء الذي جمعنا بالرئيس الموديل العام لأليونس لجزائر أطيب المناء والسلام عليكم ورحمة الله